بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لشرح مادة الإدارة المحلية في دبلوم العلوم الإدارية عايزين نتكلم النهاردة عن العلاقة بين الإدارة والسياسة في الدول الليبرالية تكلمنا في المحاضرة السابقة عن العلاقة بين الإدارة والسياسة في الدول الاشتراكية واتكلمنا بعد كده وانتقلنا في الحديث عن العلاقة بين الإدارة والسياسة في الدول الليبرالية قلنا أن في جانبين فقهيين الجانب الأول بيرى أن الإدارة تعتبر سلطة لها كيان ذاتي مستقل ومتميز وينبغي أن تكون سلطة ربعة بجانب السلطات الثلاث الموجودين في الدولة اللي هما سلطة التنفيذية وسلطة التشريعية وسلطة القضائية وهذا الجانب الفقهي سرد بعض الحجج والأدلة اللي بتؤكد أن المفروض الإدارة تعتبر سلطة ربعة في الدولة وكلمنا عن هذه الحجج بالتفسير في المحاضرة السابقة الجانب الآخر من الفقه بيرى أن الإدارة لا يمكن اعتبرها سلطة مستقلة وإنما الإدارة هي بتنتمي للسلطة التنفيذية باتجاه التاني بيرى أن الإدارة تنتمي للسلطة التنفيذية ولا تعد سلطة قائمة بذاتها لأنه علشان نعتبر أي هيئة سلطة فعلا بالمعنى القانوني يجب أن تكون لها إرادة ذاتية وقدرة على التعبير الحر عن هذه الإرادة باتخاذ أفعال وتصرفات لها قوة إلزامية يبقى علشان نقول أن الهيئة دي لها فعلا استقلالية وتعتبر سلطة بالمعنى القانوني ينبغي أن تكون هذه الهيئة لها إرادة ذاتية قدرة على التعبير الحر عن هذه الإرادة عن طريق اتخاذ أفعال وتصرفات لها قوة إلزامية طب لو طبقنا الكلام ده على الإدارة هل الإدارة تستطيع أن تعبر عن إرادتها بحرية وباتخاذ أفعال وتصرفات لها قوة إلزامية خاصة بالنسبة للسلطة السياسية بالنسبة للحكومة يعني هل الإدارة بتصدر أعمال وتصرفات لها قوة إلزامية بالنسبة للسلطة السياسية ينبغي أن تلتزم بهذه الأعمال والتصرفات هل الكلام ده صحيح هنجد أن الإدارة لا تستطيع مهما على مكانها وقدرها في المجتمع إنها تفرض على هذه السلطة إرادتها الذاتية الإدارة بتكتفي فقط بمجرد تقديم أو عرض اختيارات عديدة وحلول ممكنة وبعدين تيجي السلطة السياسية بما لها من إرادة ذاتية السلطة السياسية هي لها إرادة ذاتية وبما تباشره من اختصاصات دستورية حسم الأمر والاختيار من بين هذه الحلول وده طبعاً بيتفق مع حقيقة تحملها قانوناً المسئولية الدستورية عن القرارات أو التصرفات اللي بتتخذها يبقى بالتالي إحنا الرأي ده بيقول إن الإدارة بتنتمي للسلطة التنفيذية ولا يمكن أن نعتبرها سلطة قائمة بذاتها لأنه ما فيش دليل قانوني بيدعم وجهة النظر اللي بتقول إنها سلطة ربعة أو سلطة قائمة بذاتها لأنه علشان نعتبر هيئة ما سلطة فعلاً بالمعنى القانوني ينبغي أن تكون هذه الهيئة لها إرادة ذاتية وقدرة على التعبير الحر عن هذه الإرادة طب إزاي هتعبر عن هذه الإرادة عن طريق اتخاذ أعمال وتصرفات لها قوة إلزامية وهذا لا ينطبق بالنسبة للإدارة لأن الإدارة لا تستطيع أن تلزم السلطة السياسية بأية أعمال أو تصرفات ملزمة ولكن العكس هو الصحيح السلطة السياسية تستطيع هي التي تأخذ أن تأخذ التصرفات والقرارات وتكون ملزمة بالنسبة للإدارة وبالتالي في مهام الإدارة ووظائفها ليست مهام أو وظائف بتمارس بدءاً أو أولاً وإنما هي دائماً تالية بتتمثل مهام ووظائف الإدارة في تنفيذ المهام اللي بتعهد بها إليها الأجهزة الحكومية وبالتالي هي لا تباشر الوظيفة في الأول وإنما هي بتقوم بتنفيذ ما تمليه عليها الأجهزة الحكومية يبقى إذن الإدارة هنا لا يمكن اعتبرها سلطة قائمة بذاتها وإنما هي بتنتمي للسلطة التنفيذية والدليل الآخر على ذلك مش بس إنه فيه دليل قانوني بيقول إن الإدارة ليست سلطة قائمة بذاتها إنما هناك دليل آخر من الناحية التاريخية ومن الناحية المنطقية إن فيه ارتباط بين الإدارة والحكومة وهما الاثنين الحقيقة في إطار السلطة التنفيذية يبقى إذن فيه ارتباط بين الإدارة والحكومة فيه اندماج بين الإدارة والحكومة في سلطة واحدة اللي هي السلطة التنفيذية وهذا الارتباط وهذا الاندماج ارتباط واندماج تاريخي وارتباط منطب من الناحية التاريخية نجد ان الادارة وليدة الحكومة بمعنى ان الادارة بتجد جزورها او اصولها الاولى في السلطة السياسية السلطة دي كانت اصبق في الظهور من الادارة على اساس ان المجتمعات في بداية نشأتها بتكون في حاجة لأن تحكم قبل أن تدار يبقى السلطة السياسية هي كانت أسبق في الظهور من الإدارة ونتيجة ظهور هذه السلطة السياسية ظهرت الإدارة السلطة السياسية حينما نشأت في البداية مع نشأة المجتمعات لأنها بتحتاج لأن تحكم قبل أن تدار نتيجة الاتساع صور النشاط الحكومي وزياد تدخل الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية لم يعد دور الحكومة أو السلطة السياسية قاصرا كما كان في البداية على حفظ النظام والأمن وتحقيق العدالة عن طريق إصدار الأوامر والنواي للأفراد لكن أصبح واجب عليها ممارسة أنواع أخرى من النشاط لم تكن معروفة لها قبل ذلك وبالتالي لمؤمنة طبعا ومسايرة مثل هذا التطور أصبح ظهور الإدارة أداة همة جدا وعامل مهم جدا عامل مساعد ومعاون على ممارسة هذه الوظائف بالنسبة للسلطة السياسية وبالتالي نتيجة تطور النشاط الحكومي واتساع صور النشاط الحكومي وازدياد تدخل الدولة أصبح للإدارة دور معاون ودور مساعد للسلطة السياسية يبقى إذن الإدارة هي وليدة الحكومة اللي نشأ الأول السلطة السياسية وبعدين نتيجة وجود هذه السلطة في موقف أنها عايزة تقوم بدور وتتدخل في أكثر من مجال وزيادة واتساع صور النشاط الحكومي وزيادة تدخل الدولة في مختلف المجالات أصبح هنا للإدارة ضرورة أنها توجد بجانب السلطة السياسية علشان تؤدي هذا الدور وتكون كعامل أو كأداة هامة تساعد وتعاون هذه السلطة على ممارسة الوظائف والاحتياجات الجديدة في المجتمع وبالتالي من الناحية التاريخية وهو فيه ارتباطه بين الإدارة وبين الحكومة من الناحية التاريخية الإدارة وليدة الحكومة يبقى إذن فيه ارتباط ما ينفعش أن نحن نخفل عنه أو أن نحن ما نذكرهوش ده من الناحية التاريخية الارتباط بين الإدارة والحكومة أيضا ارتباط منطقي مش بس من الناحية التاريخية ولكنه ارتباط منطقي ما ينفعش أن نحن نفصل للإدارة عن الحكومة ونقول كمان أن الإدارة دي سلطة مستقلة أو قائمة بذاتها إنما هناك ارتباط منطقي بين الإدارة والحكومة لأنهم الاتنين بيشكلوا ظاهرتين غير متعارضتين أو بمعنى أدق ظاهرتين متداخلتين بيكمل كل من هما الأخرى علشان نوضح الكلام ده نقدر نقول أن الحكومة بيقتصر عملها على التخطيط ووضع القواعد والمبادئ العامة دون أن يصل بها الأمر إلى حد التنفيذ الفعلي يعني الحكومة بتضع الخطط بتضع القواعد والمبادئ العامة لكن لا تقوم هي بذاتها للتنفيذ الفعلي لهذه الخطط وهذه القواعد وهذه المبادئ لأنها بتكون معتمدة من الناحية الواقعية على الإدارة باعتبرها أسلوبا للحكم بيهدف إلى تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مبادئها فمثلا لو شفنا مثلا في جمعة ضرائب وزير المالية هو اللي بيتولى جمعة ضرائب لا طبعا وزير المالية هو اللي بيضع القواعد والمبادئ والخطة فيما يتعلق بجمع الضرائب لكن وزير المالية ليس هو الشخص المعني بجمع الضرائب وبالتالي هنا الحكومة بتضع خطط بتضع قواعد ومبادئ لكن الإدارة هي التي تتولى جمع الضرائب ونفس وزير التعمير هل هو اللي بيقوم بإنشاء السدود وتمهيد الطرق وبالتالي هنا طبعا الكلام ده مش صحيح يبقى الحكومة إذن بدون إدارة تكون معدومة عملا عن كل أداة للتنفيذ يبقى إذن هنا الحكومة والإدارة في بينهم ارتباط منطقي مش بس ارتباط تاريخي ولكن أيضا ارتباط منطقي والحكومة لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ الخطط والقواعد والمبادئ التي تضعها بذاتها وإنما بتستعين بالإدارة وفي نفس الوقت الإدارة مش بس وسيلة لأداء الخدمات وتنفيذ الخطط والبرامج الحكومية ولكن نقدر نقول الإدارة بأداءها لهذه الخدمات وتنفيذها ولتلك الخطط والبرامج مش بس بتساعد في إجباء احتياجات المواطنين لأ كمان بتؤكد وبتعمل تأكيد مهم جدا على حاجة مهم جدا وهي سيادة الدولة عندما تقوم الإدارة بإجباء احتياجات المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج بتعمل على تأكيد سيادة الدولة لأنها بتحقق نوع من الرضاء الشعبي للسلطة السياسية وبالتالي الإدارة وإن كانت قد اشتقت تاريخيا من الحكومة فإنها تعتبر في ذاتها أداء أساسية وضرورية الحكومة مش بس بتنفذ البرامج مش بس بتنفذ الخطط ولكن بتؤكد سيادة الدولة عن طريق إجباء احتياجات المواطنين وبالتالي بيحدث نوع من الرضاء الشعبي للسلطة السياسية إذن بعد الانتهاء من عرض الرأي القائل بأن الإدارة بتنتمي للسلطة التنفيذية وحجج هذا الرأي سواء من الناحية القانونية أو من الناحية التاريخية أو من الناحية المنطقية نستطيع أن نقول دلوقتي أن الإدارة لا تعتبر سلطة متميزة لها كيان ذاتي مستقل وإنما هي بتنتمي للسلطة التنفيذية وبالتالي السلطة التنفيذية هنا بتقوم بوظيفتين وظيفة حكومية ووظيفة إدارية أو وظيفة سياسية ووظيفة أخرى إدارية وده الرأي الراجح أنه ما ينفعش نعتبر الإدارة سلطة قائمة بذاتها وتعتبر سلطة ربعة بجانب سلطات الدولة الثلاث وإنما هي تنتمي إلى السلطة التنفيذية هو السؤال بتاعنا دلوقتي حينما تباشر السلطة التنفيذية الوظيفتين وظيفة حكومية والوظيفة الإدارية متى تعتبر الوظيفة حكومية ومتى تعتبر الوظيفة الإدارية أو إيه هي المعايير التي تميز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة السياسية الحقيقة عندنا معيار شكلي وعندنا معيار موضوعي وعايزين نتكلم عن هذه المعايير في التمييز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة السياسية الحقيقة المعايير دي مشكلتها بحاجة أو المعايير وجودها أو سبب وجودها بين الوظيفتين الحقيقة كان سبب وجود هذه المعايير علشان نضع حدود فاصلة ما بين الوظيفة الإدارية والوظيفة السياسية لأن الوظيفتين الحقيقة فيهم تداخل كبير جدا تداخل كبير ليه يعني ليه في وجود أصلا خلط وتداخل بين هذه الوظيفة في أسباب متعددة قدت إلى وجود هذا الخلط أو التداخل من ناحية أن الوظائف السياسية والإدارية ممكن أنه يبشرها نفس الأشخاص كتير من الدستير بتنص على أنه أعضاء الحكومة ممكن أن هما يبشروا بجانب اختصاصاتهم وظائفهم السياسية اختصاصات إدارية وبالتالي هنا ممكن نلاقي أن الوظيفة السياسية والإدارية بيقوم بهم نفس الأشخاص يبقى سبب الخلط والتداخل وجود ومبشرة الوظائف السياسية والإدارية أحيانا بذات الأشخاص ده سبب من أسباب وجود هذا الخلط أو هذا التداخل بين الوظائف الإدارية والوظائف السياسية السبب الثاني استحالة إجراء حصر التحديد قانوني للمهام اللي بتندرج في إطار كل من الوظيفة السياسية والوظيفة الإدارية مش قادرين نضع كل المهام وكل الموضوعات المتعلقة بالوظيفة الإدارية ولا نضع كل المهام وكل المسائل والموضوعات المتعلقة بالوظيفة السياسية في حصر قانوني لكل من الوظيفتين وبالتالي عشان كده بيحدث تداخل أو خلط بين الوظيفتين السبب الثالث اللي أدى إلى وجود هذا الخلط أو التداخل بين هذه الوظائف إن الفعل أو التصرف ذاته قد يحمل في معناه أو في شكله معنى سياسي ومعنى إداري يعني مثلا لو قرار صدر بيت عيين كبار الموظفين الإداريين هو في جوهره عمل إداري لكن يبدو في نفس الوقت لصبغة سياسية لأنه ليصبغة سياسية لأنه بيتعلق بتعيين كبار الموظفين وبالتالي هنا الفعل والتصرف نفسه ممكن إنه هو يحمل المعنى السياسي والمعنى الإداري يبقى إذن الخلط والتداخل بين هذه الوظائف واللي قد بينا إن احنا نحاول نشوف معايير عشان نميز بين الوظفتين هذا الخلط أو التداخل جاء من أسباب معينة أولا إمكانية مبشرة الوظائف السياسية والإدارية أحيانا بذات الأشخاص اتنين استحالة إجراء حصر أو تحديد قانوني للمهام اللي بتندرج في إطار كل من الوظيفتين تلاتة إن الفعل أو التصرف ذاته قد يحمل فيه معنى وفيه طياطه معنى سياسي ومعنى إداري في نفس الوقت الحاجة المهمة اللي عايزين برضو نقولها فيما يتعلق بما هي المعايير التي تميز بين الوظيفة الإدارية والوظيفة السياسية إنه علشان نشوف المعايير دي لازم نتكلم عن إن الوظائف دي الوظائف السياسية والإدارية هتختلف باختلاف ظروف الحال يعني عشان نحط معيار محدد ومنضبط وواضح وثابت فيها برضو مشكلة لأنه في وقت الحرب هنلاحظ إن الوظائف السياسية أو الوظائف الحكومية في وقت مثلا الثورات أو في الحروب هذه الوظائف بتتمدد الوظائف السياسية هنلاحظ إنها بتتمدد على حساب الوظائف الإدارية لكن في الأوقات العادية اللي ما فيهاش لحروب ولا ثورات ولا فيها ظروف استثنائية عامة هيحدث العكس هيحدث إنه أو نقول عليها في الظروف العادية هنلاحظ إنه في الوظيفة الإدارية في مكانها الطبيعي والوظيفة السياسية في مكانها الطبيعي وبالتالي علشان كده فيه صعوبة أيضا لوضع معيار علشان نميز بين الوظيفة الإدارية وبين الوظيفة السياسية يبقى إذن هنا أولا ليه فيه خلط وتداخل بين هذه الوظائف كمان ليه صعوبة أصلا وضع معيار للتمييز بين الوظيفة الإدارية ووظيفة السياسية لأنه التمييز أو التفريق بين هدين النوعين من الوظائف بيخضع لظروف الحال في زمن الحروب وثورات عن الظروف العادية وبالتالي وضع معيار سابت ومحدد وفاصل بين الاتنين برضو ده شيء صعب جدا لأنه لوضع هذا المعيار لازم يكون كل شيء غير متغير لكن لما نلاقي أنه في وقت الحرب الوظيفة السياسية بتتمدد وبتتسع على حساب الوظيفة الإدارية وفي الظروف العادية الوضع ما بيكونش بهذه الصورة فأصلا وضع معيار للتمييز بين الوظيفتين هيكون فيها صعوبة كبيرة ورغم هذه الصعوبة حاول الكثير من الفقهاء أنهم يضعوا معيار للتمييز بين الوظيفتين وحصلت هذه المعايير في معيارين المعيار الأول هو معيار شكلي والمعيار الثاني هو معيار موضوعي إن شاء الله هنتناول في المحاضرة القادمة الحديث عن هذه المعايير بالتفصيل وعن الرأي الراجح في تحديد المعيار المميز والفاصل للوظيفة الإدارية والوظيفة السياسية ترجمة نانسي قنقر